موسيقى السلام عليكم الضحرج الميسى يا معلم يا بضايا يلا اندهي العيال خليهوا ينزلوا البضايا دي عشان تتمنها قلت يا قد؟ انده مين؟ العيال؟ انتو اللي هتنزلوا البضايا بأيديكم واللي على ايدك نكشل حينك طوى هو ليه يعني؟ وفي نزام جديد ولا ايه؟ ايو يا روح بابا في نزام جديد هتركنوا انتو اللي اتنين على جنب وتنزلوا البضايا على جنب وتركنوا العربية على جنب انا بقى اعف على جنب الوحدي وهشوف انا هفرز مين فيكم ما تزمت في كلامك يا بضايا عالصبح بقى يا الله؟ خلاص يا زين خلاص هو عبضايا كده لسانه زفر على طول بط يلا يا عادم تا وهو هتصوره بعد ولا ايه؟ استبقوا يا صب اراه 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 مين دور؟ رجالة رشوان بيه؟ رجل عنده مسابق كبيرة او في البلد ويتعامل مع المعلمة من زماني صباح الخير يا ستة كل خطوة عزيزة يا أستاذ حنافي يازي بقى طالب معيني زعلان منك واخد على خطري او تمناعي بضعتك عننا ليه؟ عيب اول العيب هو للبي بتاعك ابتدى بيه قوليوش نزوم الكلام كتر الكلام ايه اللي المعرفة؟ طلباتك تفتحي مخازنك بتدينا بضعتك من تاني الحلوة حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول اسمعي الكلام يا معلمة وانا وعدك ان الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضى عنك ويرديكي انا مش طالبة غردة ربنا مش رضى من قادمين وان كنت هازس طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بضعت ازهق انا عندك الماتش تدفع تحمل صعبة اوة يا معلمة اجل حد هنا وارجع بالعربيات فاضية قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعملين ومش قادرين نحمله رجالت انا بقى تخش المخزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية انا قلت طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانا يا حلوة طيب ما تقول كده يا رجل من اول ما جيت ده نعناية اللي اتنين ليك مانا حلوة ابا ضايا شكلي الدايق مش هو انا عايش يا برنسيسا اشتاصح انا فيه صلي على النبي كده ونتفهم بالهداوة تثبت مكانك ورجع ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه مطوطك مش قلتلك ما تشميش دماغك ولاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوة يلا رجالة خشوا المغزن عايزكم اتفضوه مش عايز اشايا عالبركة اثبت مكانك ورموا اللي في ايديكو اللي طاير رغبته عنك يا حبيبي اللي حاجة تطلع غالط كده ولا كده اتعاور بيها نفسك يلا قبل ما خلي جسمه بحتة وواصه بحتة سيبوا اللي فيديكو سيبوها قولنا السلطان اللي انت لامينهم حواليك دول يركبوا العربيات ويقوروا في ستين دقاية ولو حد منهم هوب هنا تاني هيبقى اخر يوم في عمره يلا قول ما تكسبش باشي ماشي يا اخويا يلا رجالة خدوا العربيات وامشوا يلا يلا يا اخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديا غور زين معاهم انت و رجالتنا وتأكد ان الكاتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع بلاجني يا سلام عيني يلا يا اخويا منك يا حلوة ديانا اسأل امك ويطرد عليك انت كده فتحت على نفسك باب جوانا انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ما منخبش جم اللي خلينا يا حبيبي هام علمة انت وشوك بقى رأيك اي يا حربي والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه حصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هواب هنا تاني هنرجعهولهم رابعة ده نفسي رأيي برضه معلمة القول قولك يا حربي اسمح هقولك ايه تروح لرشون بيه تقوله حقي يبقى عندي لو مجليش هروح بنفسي هاخد حقي ومش هاخد على قفاة زيك وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلوة ماشي هبلغه يا حلو يلا زو يلا زو يلا زو يا خفيف بركب يلا يا ابن يلا خلعوا يا عيلي وهم بلين هدومهم من الخوف بس وقفت كما عيل كده انا درجاي على الاول منطقة يمكن يشاور عقلهم ويرجعوا تاني عفارم عليك ازيل بقولك انت تعمل ايه بالمسدس ده المسدس ده هنشيله عم حاربي يمكن ينفع فوقت عوزة ربنا ما يحوجنا ليه يا عم بقولك ايه ادي الوقت بركة يشيله هاب معرفتكم احنا مش عقلين زيه ماشي يا صاحب مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك باشي يلا نجرع اشليحف انت هو عايزين نشوف البضاعة دي مسروعة من اني زكنو البضاعة بتاعت زين وحاربي انا اللي احفزها بنفسي بايداية خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مااسك كده غلط اكبر غلط زين قربلي العربية هنا قدام المبتد عايز اجرد البضاعة براحتك تحت عامل كسبتك كل تسلملي يا حربي راجل يا واد من ظهر راجل واخدمك برقابت يا معلمة جامد يا واد قوي انت مبتخافش لا بخاف طبعا وعكوني فاكرة معلمة ان الرجال اللي انت الامام حواليك دول وبيقولوا ان هما ياكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان واللي بيقول انه بيخاف بيبقى عاق قلبه حديد راجل بجد عارفه وراي حفيد وجاي منين بيخطط ويدبر مزبوط بعديد مهولمسة القالية معلمة يعني ما نخاف سلم ولا انا بتكلم غلط للموظة انا بتكلم غيرك يا واضي حربي خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد تعلمت انك حيات كتيرة يا معلمة مش مهم انك تتعلم المهم انك تنفذ اللي تعلمته وانا جاهز ومن ايدك دي ليدك دي اطلبي بيني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا تستعجلش عايا رزقك ورق مش يمكن يجي يوم اجربك فيه ساعتها عمرك ما تندمي ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر والطن شونه مرحكم